اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة أن مبادئ وقيم وأهداف البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي استجابة تمكنت من تحقيق نقلة نوعية بارزة في العمل الشبابي والرياضي في المملكة عبر تأسيس البيئة التنافسية العادلة المفتوحة جاء ذلك خلال اجتماع سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة عبر نظام الاتصال المرئي مع سمو الشيخ فيصل بن راشد أهل خليفة عضو المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس لعلى للشباب والرياضة وسعدت السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وباركة سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة إنهاء ملف مستحقات الرياضيين بصورة كاملة من خلال تسلم 2158 من الأسرة الرياضية لمستحقاتهم المالية الأمر الذي يؤكد ترسيخ مبادئ العدالة في الأسرة الرياضية وقد وجه سموه المعنيين بتعديل الأنظمة لوضعية العقود لضمان حقوق جميع الرياضيين عن طريق إبرامها بصورة صحيحة والتي تضمن حقوقهم وخلال الاجتماع أوصى سموه أن يشمل مسمى اللعب المحترف اللعبين المحليين والأجانب أصحاب العقود بحيث يكون الفرق بينهم باعتماد مسمى المحترف الوطني لللعب المحلي والمحترف الأجنبي من جانبه أشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد أهل خليفة باهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة بملف مستحقات الرياضيين مشيرا إلى أن ذلك يمثل ترسيخا لمبادئ العدالة عبر تسليم المستحقات للرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين من ناحيته أشار سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد أسدال الستار على ملف مستحقات الرياضيين ويؤكد حرص سموه على حفظ الحقوق والعدالة بين الجميع أبناء الأسرة الرياضية البحرينية وأشاد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بالجهود التي بذلها معالي الشيخ سلمان بن خليفة أهل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وجميع كوادر الوزارة وتعاونها مع وزارة شؤون الشباب والرياضة الأمر الذي ساهم في إنهاء ملف المستحقات المالية للرياضيين شكرا